موسيقى السلام عليكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير أدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج فضاءات نبدأها بجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية موسيقى 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 جهود مستمرة يبذلها المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة لنشر الفنون بين مختلف الأعمار مزيد من التفاصيل عبر هذا التقليل في مقره العام وفروعه في عديد المحافظات العراقية ما زال المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة مواصلا جهوده ونشاطه في عقد دورات لتعليم الخط العربي لمختلف الفئات العمرية وهو يحاول دائما جذب الصغار والكبار إلى هذه الفنون العربية الأصيلة ويشجعهم على تنمية مواهبهم وصقلها موفرا لهم ما أمكن من المستلزمات الأساسية نحن في نفس الوقت نهيئ للطالبة كل مستلزمات الدورة من دفتر إلى قلم إلى قصبة إلى حبر إلى أوراق نسميحنا آرت حتى لسورة الكتابة والمستلزمات الأخرى ونهي لهم الأجواء التي نحاول أن نسحب هذه الشريحة الطيبة من المجتمع اللي هم بصراحة عمارة المتوسطة اللي هي جدائية متوسطة ثانوية وحتى الجامعية يحاول أن نخليهم يحسنون الخط ويحسنون كتابة الحرف العربي في نفس الوقت التأثر بالخط العربي بصورة عامة كفن وهذا ديدا المركز الثقافي عراقي وبني على هذا الأساس وهدفه هو نشر الثقافة الفنية القطية في العراق والعالم العربي الإسلامي دورات المركز الثقافي طالما أنتجت خطاطين يشار إليهم بالبنان وقد استقطبت على مدى سنوات العديد من الطلبة والموهوبين ممن وجدوا في المركز ما يحتاجون من أدوات ومواد ومعلمين ممن آلوا على أنفسهم خدمة فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتعليمه للجيل الجديد وإيصال رسالته إليهم وغرس حبه في نفوسهم وقيمت عدة دورات في هذا المركز وكانوا المشاركين من فئات عمرية مختلفة واليوم نفتتح دورة جديدة فئة عمرية مثل ما تشوفون فئة الابتدائية والمتوسطة الغرض من عدها مساعدت هؤلاء الطلاب على تحسين كتابتهم وفتح أفاق جديدة أمامهم وغرس حب هذا الفن فن الخط العربي في نفوسهم وإن شاء الله مع الزمن تطور هذه الموهبة وتطور هذه الإمكانيات ونقدر ننشأ جيل من الخطاطين مهتم بهذا الفن يرعى هذا الحس يرعى هذا الذوق ولا تقتصر جهود المركز الثقافي على دورات الخط العربي بل تعددت مجالات دوراته إلى فنون السيراميك والنحت والفنون التشكيلية بما يطفي تنوعا في نشاطاته ومناهجه بل والطلب الراغبين في تعلم تلك الفنون نعتبر أنه مثلا يريد نسوي فتحيوان صغير يعني نفرض نحن يريد نسوي مثلا العين العين ينضيف الطينة بهالشكل هذا وبعدين نبدأ نزغرفها عندها كؤالة خاصة للسيراميك هسا شوف 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 باوع جميلة حلوة شي بسيط على عمرك يعني ويعد المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة أبرز مؤسسة عراقية تعنا بهذا المجال ولديه علاقات مميزة مع الكثير من الخطاطين ومعاهد الخط في العالمين العربي والإسلامي بما يضمن المزيد من التواصل والتعاون خدمة لجمالية الحرف العربي وفنون كتابته أنشطة تعنى بثقافة الطفل لتنمية مهاراته في القراءة والفن يقيمها كل أسبوع قصر الثقافة والفنون في الديوانية مزيد من التفاصيل أبرها للتقرير أطفال عراقيون يصفقون فرحين باتسامتهم وتفاعلهم مع النشاطات المنوعة فهم يشكلون مشهدا طالما غاب عن عالم الطفولة العراقية وهذا ما كان يهدف إليه بيت الطفل في قصر الثقافة والفنون بمدينة الديوانية وما كان يروم تحقيقه منذ تأسيسه افتتاح بيت الطفل ضمن فعاليات قصر الثقافة والفنون هو بادرة خير لأن نفتح آفاق المحبة والسلام والجمال والفن نحاول من خلال هذا البيت أنه كيف نأصل الفنون لشكل عام والمسرح لشكل خاص المسرح خصوصا حيث أن الطفل بدأ يبتعد عن خشب المسرح فحاولنا أن نفتتح مسرح الدماء ومسرح العادي بحيث أن نقدم لهم أشياء تربوية توعوية الأطفال حتى يكون المسرح صاحب رسالة وصاحب هدف ويأكد على أن المسرح هو الحب وهو السلام وهو الجمال عكس القبح والموت والظلم الذي تعلمه أو تعود عليه الطفل العراقي نحن نحاول نعيد الثقة بهذا الطفل ونفتح لآفاق المستقبل حتى يكون ناجح ويكون باني لأمجاد مستقبلية في العراق ويكون هو يقود العراق نحو الأمان ونحو السلام ونحو الجمال وبتعدد الأنشطة التي يقدمها هذا البيت فهو يقدم خدمة للطفل العراقي بتنمية طاقاته الفنية ورعاية مواهبه واحتضانها وعطائها فسحة كافية كي تظهر وتزدهر مع المزيد من الاهتمام والإرشاد من المختصين منظمة أس أتش أول عفوا وهي دعوة لجميع أطفال العراق وخصوصا النازحين في مدينة الديوانية يشهد بيت الطفل أسبوعيا مشاركات لمدارس البتدائية في المحافظة وأيضا رياض الأطفال حيث يتضمن آلات موسيقية ومسرح للدومة بالإضافة إلى ورش للرسم وتعليم الأطفال كيفية الرسم وكيفية الإلقاء من خلال قراءة القصص وأيضا إلقاء الشعر والأغاني لأطفال العزاء بشكل عام حاولنا قدر الإمكان أن يكون هذا البيت شامل لكل احتياجات الطفل الترفيهية والفنية يعني يظهر بها طاقاته وإبداعاته وكان هناك تفاعل كبير من الجمهور خاصة المديرية العامة للتربية مشكورين خاصة أنه الروضات جايشاركون يقومون به هنا دورات احتفاليات شفنا الطفل فرحان حقيقة ورسمنا الإبتسامة قدر ما نستطيع على أطفالنا الحلوين في الديوانية وكما تزداد فرحة هؤلاء الصغار بما يمارسونه ويشاهدونه من فعاليات تزداد الحاجة إلى بيوت أطفال مماثلة في جميع المدن العراقية تدخل البهجة إلى قلوبهم وترعى إبداعاتهم وتحميهم من عواقب الإهمال والحرمان والآن عزيز المشاهدين إلى فقرة هذا كتاب أنا محمود أبو عواد هذا كتابي عبد على نقد الصادر عن دار دجلة ناشرونه وموزعون خصة هذا الكتاب بها ظرافة إذ كنت قبل عام مثلاً رئيس فرع رابطة كتاب الزرقاء جاء مجموعة أو جاءت مجموعة من الكتاب إلى الفرع بوقيته خلا نقول التعريف ببياة من سينتخبهم الكتاب في المرحلة الأخيرة العموم يعني استعرض الأستاذ محمود ضمور الرئيس الحالي رابطة الكتاب الأردنيين استعرض قائلاً يعني كل واحد يعرف بحاله وبكتبه وبمؤلفاته أنا عندما وصل دوري قلت أنا كاتب بلا كتاب فاعتبروها أنا مزحة أو قلت لهم لا فكانت فكرة هذا الكتاب بمعنى جمعت أو لملمت كل أمش كل عفواً جزء من كتاباتي وكتبت في مقدمة الكتاب كتاب ما يلي هذه بعض أوراق التي شاخ فيها السكون والسكوت بعد أربعة عقود ونيف أبعث فيها شيئاً حركة ساهمت بتول في لملمتها وطباعتها تحت ما ظلت أو ما قولت كل فتاة بأبيها معجبة في ملاحظة جديرة بالانتباه والاهتمام أيضاً أقول لا تتوقع عزيز القارئ أن ترى كتاباً منهجياً في نقد الشعر والقصة فكلمة نقد كبيرة على هذا العمل إنما هي ذكريات نقدية وأدين بهذا التوجه لأستاذين علمين هما الدكتور صبر الأشتر والدكتور نعيم اليافي من جامعة حلب أعزائي المشاهدين ضيفونا لهذه الحلقة الفنان والشاعر الأردني عبدالسلام عياصرة نتابع الحوار ولكن بعد هذا الفاصل أهلاً بكم من جديد ضيفونا لهذه الحلقة الفنان والشاعر الأردني عبدالسلام عياصرة رئيس مهرجان ساكب الدولي للثقافة والفنون حاصل على بكاريوس علم حياتية من جامعة اليرموك الأردنية يكتب الشعر وله عدة مؤلفات فنان تشكيلي وله عدة مشاركات في معارض عربية رئيس مهرجان ساكب الدولي للثقافة والفنون فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي لهذه الحلقة أهلاً بك سلام أهلاً بك ضيفاً على فضاءات أهلاً بك حياك الله سعب سلام نتحدث عن مهرجان ساكب حضرتك رئيس مهرجان ساكب للثقافة والفنون هذا المهرجان يقام سنوياً يستضيف شعراء ويستضيف أيضاً الفنانين تشكيليين عرب ب事 نتحدث عن بدايات هذا المهرجان كيف ولدت الفكرة كيف كانت البدايات كيف كان تفاعل الشعراء والفنانين التشكيليين عرب مع هذا المهرجان بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أبي وصحبه وسلم مهرجان ساكب الدولي للثقافة والفنون هو ولد كثكرة شاركت حقيقة أنا في أكثر من دولة عربية في مهرجانات الثقافية وندوات وما لذلك كنا في تونس في مهرجان إلاف الدولي للثقافة والفنون أيضا في مدينة المهدية طرح عليه الأصدقاء والزملاء من الشعراء والفنانين يعني لماذا لا يكون في الأبنون مهرجان ثقافي غير مهرجان جرش التي تدعمه الدولة فحقيقة يعني اكتمرت الفكرة في رأسي عندما أعود من تونس أن أحاول أن أنشئ مهرجان ثقافي باسم قرية لي ساكب حتى يعني توضع ساكب على الخريطة الثقافية العربية قرية الساكب هي من ضمن محافظة جرش محافظة جرش نعم شمال أردن الجميل في ساكب أنها مدينة صغيرة تقع في أحضان الطبيعة والجبال والجميلة جدا والغبات فيها أيضا الشباب الواعي والمثقف من شعراء ودباء وفنانين وثقافين بشكل عام فحقيقة لما عدت فعلا إلى الأردن طرحت الفكرة على بعض الأصدقاء بالبداية لاقت نوع من المعارضة كونه أن هذا العمل كبير وقد لا نستطيع القيام بمثل هذا المهرجان كان رأيهم أنه ممكن نعمل أمسية أو ممكن نعمل ندوى اليوم واحد أما نعمل مهرجان ونستدع عليه شعراء ودباء من كذا دولة عربية هذا متعب أو مكلف قد لا نستطيع القيام به إلا أنه كما يقال صاحب الهمة يحيي أمة بعض الأخوة في ساكب والشواب أيدوا الفكرة بشكل قوي وبدأنا نجمع لها بكل الطرق سواء بالجمع المعنوي أو المادي واخترحنا أن يكون العمل على إنشاء هذا المهرجان أو إقامة هذا المهرجان في عام 2017 بشهر آب ثمانين واضي فعلا أعدينا قبل ثلاث شهور واستضفنا يعني بعثنا دعوات بعد ما أخذنا موافقة من وزارة الثقافة على إنشاء هذا المهرجان تحت مسمى أو رابطة جراسة للفنون التشكيلي أو في ساكب استدعينا من 12 دولة عربية شعراء وفنانين حتى يعني أنا شاركت في كذا مهرجان كان المهرجانات تكون ثلاثة أيام إحنا عملنا المهرجان أربع أيام بالإضافة ليوم الافتتاء أو يوم الاستقبال للشعراء قبل يعني بمعنى آخر خمس أيام فعلا بعتنا دعوات لمعظم الدول العربية من الشعراء الأصدقائنا اللي منعرفهم وبعظهم المعروفين يعني على مستوى الثقافي والصعيد الثقافي العربي المعروفين بشكل عام نعم جاءت الموافقات من الشعراء من أكثر من عشر دول وحضر فعلا عندنا العام الماضي 2017 من 12 دولة عربية وقمنا المهرجان لمدة أربع أيام كان اليوم الأول الافتتاح افتتاح المهرجان في بعد صلاة العصر لمدة ساعتين وأمسي خفيفة ممثلة من كل دولة شاعر يتكلم باسم الدولة بقصيدة وقصيرين ثم بعد ذلك كانت عندنا أمسي ليلية جميلة جدا شارك فيها الشعراء بشكل كبير وكانت الأجواء حميمية وأضطت الفرحة والبهجة على جميع الذين شاركوا في اليوم الثاني عملنا شيء كونه المهرجان الثقافة وفنون اشتغلنا بعد الشعر والثقافة في الفنون عملنا السامبوزو اللي والرسم أمام الجمهور في محمية الغزلان في ساكب يعني هنا ساكب في محمية في الغزلان في تحت أشجار السنوبر والسنديان والغابات وأمام الغزلان يعني المعرض في الهواء الطلق في الهواء الطلق نعم في الهواء الطلق واستدعينا من الأردن من خارج الأردن شارك حوالي 35 فنان وعدنا لهم لوحات شدناها يعني رسموا أمام الجمهور من بعد صلاة الظهر إلى قريب المغرب تقريبا وتخلل هذا الرسم وجبة غداء على الحطب يعني بالمنسف الأردن من الشهور المعروف نعم طبخوا الشباب كانت يعني أضفت أيضا يعني لفتة جديدة يعني ضمن فقرات السامبوزم أنه الفنان يرسم رسم أمام الجمهور أمام الجمهور هذا الرسم أو طبيعة الرسم من الجمهور يطلب منه أم اختيار الفنان نفسه يختار موضوع معين ويرسمه الفنان يستوحي ما طاب له هو يعني منهم من نظر الطبيعة أمامه ورسم ومنهم من رسم يعني مشاهد هي أصلا مختمرة في ماغه ومنهم من رسم يعني بعض الجمهور طلب أن يرسم بعض الفناني أشياء ورسموا تلبية للجمهور نعم وكان الجميل والملفت أنه هذه المنطقة منطقة سياحية يرتادها السياح بشكل كبير جدا خاصة يوم الجمعة بالذات فكان الحضور ملفت للانتباه ويعني بالصدفة كان محافظ مدينة جرش الدكتور رائد العدوان موجود في المنطقة وإجا ودعم المهرجان ووقف معنا وتصور معنا وتناول طعام الغداء معنا وثم دعانا على ذلك بعد ذلك على غداء على حساب القاص في مطعم السياحي في جرش وبعد ما انتهى عمل السامبوزيوم عرضنا هذه اللوحات أمام الجمهور أيضا وعلقناها على الشجر على شجر السنديان وعلى شجر السنوبر بعدها كانت في ملعب هناك ملعب ولومبي قريب من المحمية أيضا قمنا أمسي شعرية كانت أيضا لافت الانتباه بين الأشجار خارج نطاق القاعات وخارج نطاق الغرف المولقة أو الصالونات أخرجنا العمل الثقافي إلى أحضان الطبيعة أمام الجمهور في الهواء الطلق وكانت لفتة جميلة جدا في اليوم الذي بعده قمنا أمسية أصبوحة ثقافية في جامعة العلوم جامعة البلقاء التطبيقية كلية عجلون بالتعاون مع الجامعة الدكتور كان عميد كولي دكتور رائد الدكتور نيضال عياصرة نعم فتح لنا أبواب الجامعة حقيقة وقدم هناك مجموعة من الأساتذة المشاركين من الوطن العربي ومن الأردن في الرواية وفي القصة البصيرة وما لذلك فبعد ذلك كان عندنا أمسية ليلية أو مسائية في قاعة في أمام قلعة عجلون أيضا في الهواء الطلق وبعدها استضافونا هيئة أدباء وشعراء عجلون على أمسية في متنزع عجلون الوطنية يعني الأمسية التي كانت أمام قلعة عجلون أيضا في الهواء الطلق في الهواء الطلق نعم نعم نحن حاولنا ننقل قلعة عجلون حتى المواطن العربي أعرف ما هي قلعة عجلون هي قلعة هي قلعة صلاح الدين الأيوبي في مدينة عجدون شمال الأردن وهي تسمى أيضا قلعة صلاح الدين الأيوبي من ضمن القلعة التي كانت يرابط فيها جيس صلاح الدين الأيوبي أثناء معارك تحرير القدس المعارك ضد الصليبيين هذه القلعة على قمة جبل والقراءة كانت في فناء القلعة وكانت في الهواء الطلق وشاركوا لفت انتباه جدا أن المشاركين كانوا على قدر كبير من الجمالية والاستحسان الموقع أيضا أمام السياح أمام الجمهور أمام المشاركين نفسهم من أردن ومن خارج الأردن من مجموعة دول عربية إذن اليوم الأول المهرجان كان أمسي تيل أمسية الافتتاح وأمسية مسائية اليوم الثاني كان معرض فن تشكيلي وأمسية مسائية وأمسية مسائية بعدها أيضا أمسية أمسية أمام قمة عجلون وأمسية الأمسية الرابعة هي الأصبوحة في اليوم الرابع في اليوم الرابع في جامعة البلقاء التطبيقية كلية عجلون وبعدها في المساء كان حفل اختتام المهرجان وأمسية شعرية في أحد دواوين اللقاعات الموجودة في مدينة ساكن نعم نعم يعني أنا أريد أن توقف أمام هذا الدورة الأولى أستاذ محمد يعني أتحدث عن دورة الأولى بدأت كفكرة فكانت الدورة الأولى هكذا الدورة الثانية في العام هذا ارتينا أن تكون وقت الدورة الثانية ليس في حرارة الصيف وكذا بإنما تكون في نهايات الربيع فكانت في شهر أيار الماضي هذا في بداية شهر أيار وكانت الأجواء لطيفة جدا وجاذبة بخاصة في بعض الشتاء الأشجار النظيفة ويانعة والأوراق وشجر والأزهر وكذا برنامج نمسيات نفس برنامج نفسه يعني حاولنا في المرة الثانية الدورة الثانية أن ثلاثة الأخطاء التي وقعت في الدورة الأولى الدورة الثانية استدعينا من 14 دولة عربية وشارك فعلا من 14 دولة عربية وشارك معنا أيضا بالاشتراك مع اتحاد الكفاءات الأكاديميين العرب ومقره في بغداد وفي بعض الدول العربية الأخرى أيضا شارك معنا أساتذة من الجامعات مختلفة من البغداد ومن الجزائر ومن بيروت ومن أردن بالإضافة للأمسيات الشعرية نعم أنا مودي أن أتوقف عن موضوع عند موضوع الفن تشكيلي مع شعر مع قصة يعني هذا الجمع يعني عادة المهرجانات في الغالب أما تكون مهرجان شعرية أو مهرجانات فنية عملية الجمع مع كل هذه الألوان يعني يعني كيف تم الاتفاق على هذه الفكرة مجمع الفن التشكيلي مع الشعر مع الأدب أستاذ رحمد ساكب يعني تسكب الخير دائما نعم ما هيك أذا أقول ساكب فيها من الشباب الواعي والمثقف والمتخصص فالهيئة الإدارية المهرجان كان فيها مجموعة كان فيها مجموعة من المتخصصين حقيقة منهم الشعراء ومنهم كتاب القصة والأدباء والفنانين بنفس التوقيت فأولينا جانب الفن لأصحاب الاختصاص من أهل ساكب بإقامة السامبوزيوم والإشراف عليه بالإضافة أشركنا إشراف في السامبوزيوم من خارج دول العربية يعني في هذه الدورة الثانية أشركنا الفنان التونسي سماح بن داود فنان تشكيلية وفنان تونسي أيضا رجاء قاسمي كانوا من المشرفين على عمل السامبوزيوم بالإضافة لجموعة فنانين أردنيين كمان كان خمس أشخاص مشرفين على هذا السامبوزيوم وكان عدد المشاركين في 36 مشارك فنان تشكيلي يرسم أمام الجمهور في الهواء الطلق هذا من باب الفن التشكيلي القصة عندنا زميلتنا الدكتورة ليند عبيد هي أستاذة جامعية في جامعة الإرموك وعضو هيئة إدارية في المهرجان أولينا لها عمل أصبوحة الثقافية إدارة أصبوحة الثقافية في جامعة الإرموك كانت هذه المرة المرة الماضية كانت في جامعة والإفتتاح أيضا هي أيضا أدارة ودارة الإفتتاح وكانت هي مديرة المهرجان لهذه الدورة وكل أمسي كان يديرها أحد الأشخاص حقيقة والأمسي حتى أشركنا من إخواننا في الوطن العربي في أمسي ثاني يوم في الملعب كانت تديرها الشاعرة الجميلة التونسية وهيبة قوية وحقيقة أبدعت وكانت لافتة في تقديمها لهذه الأمسي وكانت كل أمسي وحتى في اليوم الأول الأمسي الثاني أدار هذه الأمسية الشاعر الجميل محمد نصيف والشاعرة اللبنانية لور كاسبيتي وكانت لافتة أيضا أن أشركنا في إدارة الأمسيات الشعرية بالإضافة لأخواننا من الأردنيين إخواننا من الوطن العربي ونعتبر أن الأردن بيت للجميع وأيضا بندانهم وكان تقديم لور كاسبيتي اللبنانية ومحمد نصيف جميل جدا وكانت الأمسي في مكان جميل جدا في حديقة البيت تحت الأشجار والأضواء والأشياء الجميلة أيضا خارج نطاق اللقاعات المغلقة والصالونات كيف يتم اختيار الشاعر العربي أو الفنان التشكيلي هل هناك معايير معينة أم دعوات مفتوحة لكل من أراد أن يشاركي؟ لا هو حقيقة في الدورة الثانية ما كانت الدعوات عشوائية كانت الدعوات ندرس حالة الشاعر يعني وحضوره في على صعيد الثقافة العربية أو صعيد الأمسياء أو المشاركات الدولية اللي بشاركة وقوة النص يعني عندنا في اللجنة مختصين شعراء حاولوا دراسة بعض النصوص لبعض الشعراء بالإضافة احنا كمان بعض الشعراء يعني قدموا إلنا نتيجة مشاركاتهم المختلفة في عدة مهرجانات يعني أنا شاركت كذا مهرجان في دولي وكانوا زملائنا وقوة النص بتبدان من خلال تفاعل الجمهور إلىهم فرسنا هذه الحالات واستدعينا حقيقة وحاولنا يعني كمان النوع يعني استدعينا من الجزائر واستدعينا من المغرب يعني شارك معنا في هذه الدورة من الجزائر ومن المغرب ومن ليبيا ومن تونس ومن مصر ومن السعودية ومن الكويت ومن العراق ومن الأردن ومن لبنان يعني فكانت خليط أو سيفساء عربية جميلة جدا حتى النصوص الشعرية اللي كانت يعني قد لا تكون نصوص قوية لكن أصحابها قدموا نصوص نثرية جميلة جدا استحسنت الجمهور في التنوع أو في السائل العربية أو الثقافية العربية النفقات من يتحملها؟ مهرجان مثل هذا المهرجان عدد كبير من المشاركين من يتحمل النفقات؟ النفقات تسهل علينا دائما نفقات المهرجانات الدولية أكثر ما يكلف فيها اللي هو عملية الإسكان يعني المبيت للشعراء والإنفاق عليهم بشكل عام أنا حقيقة تكلمت مع كل الذين استدعيناهم من خارج الأردن وتكلمت معهم في قضية السكن والمأكل والمشرب حاولنا أن يكون المهرجان حميمي نعكس فيه حقيقة أهل ساكب ومعيشة أهل ساكب فأنا عندي بيتي أربع طوابق منهم طابقين للضيوف فكان عندي المشاركات من الشاعرات والفنانات من الوطن العربي سكنوا عندي في البيت في طابقين المعدات للضيوف فكانوا يأكلوا مما نأكل ويشربوا مما نشرب وسياراتنا كانت تنقلهم وكأنهم جزء من العائلة وأيضا إخواننا الشعراء أيضا هناك أحد الأقرباء كان بيته مفتوح اللي هو الدكتور عامر عياصر أيضا كان في الدورة الأولى استضاف الشعراء في بيتي وكان أيضا قدم لهم ما قدمنا جميعا ولقد هذه الفكرة استحسان الشعراء بشكل كبير جدا خرجنا عن نطاق الفندق والنزل في الغرفة المغلقة ويظل على طول لوحده شاعر إلا إذا شارك وممكن أحيانا المشاركات بعض الشعراء ما بنزل من غرفته إلا إذا كان هو إليه قراءة نصية بينما كان ملفت جدا عندنا في الدورتين الأولى والثانية أنه ما تخلف أي شاعر ولا فنان عن أي أمسية وقيمة على الإطلاق طول أيام المهرجان الأربعة الأولى والأربعة الثانية في الدورة الثانية طبيعة تفاعل المجتمع يعني أنت حضرت قلت أنه ساكب قرية وهي حقيقة قرية كيف تفاعل أبناء القرية مع مهرجان كبير بهذا الشكل يقام في أحضان القرية هو الجميل أنه هي الفكرة جميلة جدا بالإضافة أنه إحنا ساكب حقيقة من أكثر القرى أو البلدات الأردنية نعم تفاعل مع الثقافة وحتى مع صناعة الحدث نعم يعني ساكب ظاهر على مستوى الأردن في كثير من الأشياء حتى يعني في الحركات السياسية في الحزبية في الثقافية الأمسيات استضافة الأمسيات استضافة أدباء استضافة محاضرين على أكثر من صعيد صعيد سياسي صعيد معرفي صعيد فكري صعيد دولي لها حقيقة حضور فكان التفاعل نتيجة وجود هذه الطبقة أو هذه الفئة المتقفة بشكل كبير بساكب من شباب وبنات ساكب نجح هذا المهرجان بتفاعل الجمهور وكان كثير من الناس يعني حاول بل يعني قدم بيته وقدم وجباته وقدم يعني ضيافه على حسابه الخاص لنجاح هذا المهرجان سألتني يعني النفقات النفقات اللجنة اللي نظمت هذا المهرجان منهم من تبرع هو بفلوسه منهم من أهل البلد تبرع بفلوسه منهم من تبرع يعني في إقامة ولائم كاملة يعني الدكتور نيضال عياصرة مثلا تبرع يعني بالإضافة أن استضافنا كعميد للكلية أيضا تبرع في وليمي كاملة المنسى في الأردني الأصيل باللحن بلدي في بيته وكثير من الدكتور مثلا فايز عبيد أيضا تبرع في مبلغ ومن تبرع في البيت تبرع حاليا هو مدير عام المكتب الوطني نعم سابقا كان عميد كليا تعجلون نعم ودي أن أسمع أيضا الأصداء لهذا المهرجان يعني على المستوى المحلي في الأردن وعلى المستوى العربي كيف هي الأصداء لهذا المهرجان والله يعني في الدورة الأولى صحيح نسقنا نحن كذا جهة إعلامية نتغطي هذا المهرجان وفعلا جاءت مجموعة من الجهات الإعلامية وغطت المهرجان كان عندنا قناة اليرموك الأردنية غطت المهرجان التلفزيون الأردني غطى المهرجان غطى بمقابل وغطى بمقابلات شخصية يعني غطى بصبوحة في استوديوهات التلفزيون وغطى بمقابلات شخصية مباشرة من موقع المهرجان ولقاءات أيضا مع الشعراء والفنانين المشاركين من الوطن العربي ومن الأردن وغطت القناة التقافية السعودية مشكورة حقيقة بقيت معنا لمدة يومين متتاليين تغطي وبثت يعني وهناك كان معنا أيضا إعلاميين من تونس ومن لبنان من أكثر من مكان غطوا في المواقع الإلكترونية وغطوا في المواقع التلفزيونية وغطوا في مواقع إذاعية فكان الإعلام حاضر بقوة في الدورة الأولى صدقا الدورة الثانية دور الإعلام كان أقل شوي بجوز أنه إحنا كان الإعداد سريع شوي ما تصلناش في جهات إعلامية كثيرة إلا أنه غطت أيضا من عدة مواقع إلكترونية ومن التلفزيون الأردني من عدة مواقع أيضا في تونس في مواقع إعلامية غطت وغطت مواقع في الجزائر موقع في الجزائر في مواقع في لبنان غطوا أكثر من موقع من لبنان فكان يعني الحضور الإعلامي لافت وجميل وتفاعل على المستوى المتقفين الأردنيين يعني كمان كان جيد استضافونا نتيجة نجاح المهرجان في الدورة الثانية استضافتنا بلدية إربد بالتعاون مع الشاعر أمال القاسم بأمسي للمتبقين من الشعراء العرب فأمسي كانت جميلة جدا يعني وقدموا فيها الدروع وقدموا فيها وجبات للمشاركين على هامش مهرجان ساكب هذا دليل قاطع على أن المهرجان صار له حضور على الساحل الأعلامي والثقافي الأردني والعربية جميل أريد أن أتحدث عن تجربة الشعر لديك يعني أنت تكتب الشعر لكن حتى هذه اللحظة لم لديك مخطوطات شعري لكن حتى هذه اللحظة لم تصدر مؤلفا أو مطبوعا بإضافة إلى أنك تمارس الفن التشكيلي أتحدث عن تجربة الشعر كيف العلاقة لديك مع الشعر جمالية الشعر وأجمل ما قيل عن الشعر ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراء الشعر يعني حكمة والشعر هو من الشعور اللسان يعني الشعر يكتب ما يدور في منخلاجات حتى في صدور الآخرين لذلك هو الشعر أديب متأدب والشعر يعني ذا قيمي عالي عجبني جدا يعني أحد المشاركين كان في المهرجان ويحمل شهادة دكتوراه نعم قلنا له الدكتور قال لا تقول للدكتور قل لي الشعر الشعر أرقى من الدكتور نعم ممكن أنه يقول يعني ممكن أي واحد يكمل دراسات يحصل على هذا لكن لا يمكن أن يكون شعر إلا أن لم بالأساس هو شعر إذن يعني أي لون من الشعر تكتب والله حاولت أكتب بكذا اللون الصحي يعني كتب في النثر كتب تفعيل كتب العمود إلى حد ما يعني بظل يعني دائما المثقف كنا نسميه صاحب بالهوايات المختلفة نعم هو بجوز الشعر ما يكونش عندي هو الباب الأول أنا بجوز أكون يعني نادر شوي في الوسط الثقافي أنا يعني أرسم في رمز يعني فن تشكيلي الرمز وأصمم وأعملت في الإنتاج والإخراج وعملت في معظم الفنون اللي بتغطر على بالك اشتغلتها نعم حتى الفنون الحرفية التصميم الإعلان الإخراج أكتب الإعلان بشكل كبير أنا خطات ورسام الإضافة نرسام أيضا خطات وأكتب قواعد الخط العربي كاملة أنا معلومة جيدة هاي وأكتب كل خطوط العربية نعم الفارسي والكوفي والنسخي والثلث والديوان وعملت في هذا المجال بداية حياتي وكان مصدر رزق لي العمل في الخط العربي نعم نعم يعني اشتغلت في مجال الإعلانات في الصحف ببداية الثمينات كانت الصحف ما كان فيها الصف الكميوتر وعمل أنا قبل أن نتأخذنا هذا الحديث عن الفن يعني الموهب الأخرى بدي أن نسمع نموذج من كتاباتك الشعرية نعم بسم الله الرحمن الرحمن كل هذا الليل لي وبعينيك أصلي لمزيد من جراحي وأنيني أطفئ الجرح بقلبي يا صديقه واهتفي للحزن مثلي فأنا وعد الصاليك القدام التائهين أطفئي ليلة الحكاية في صدور العاشقين واندو بالأطلال مثلي طوحتني الريح في موج الدنون مثل طعم الآهكي حل في الحزانة بنوتي واشتعالات الترابي سجلي هذا الترابي جميل جميل نسمع نص آخر؟ إن أحببت نسمع صحيح بما أنه قضيتنا المركزية في الأمة العربية وما نتجنا وهي قضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية كل القضايا التي تدور في الوطن العربي هي نتاج للقضية الفلسطينية من مشى في طريق الاستعمار وطريق الصهيونية رضي عنه ومن لم يمشي بقي مع لمم المتحدة اكتبت في هذا الموضوع حقيقي لأن فلسطين قضيتنا الأولى سجلوا هذا اعترافي أيا أمما متحدة يا لمما متحدة سجلوا هذا اعترافي فلسطيني أنا نازح أنا لاجح أنا سأعود حتما حتما سأعود سجلوا هذا اعترافي أيا أمما متحدة يا لمما متحدة أصابعي رصاصات تدوي أقوى من كل جيوش العرب أقوى من كتائبهم أقوى من دباباتهم أقوى من طائراتهم أقوى من عقدائهم أقوى من عمدائهم أقوى من كل جيوش التي ممتدت يوما إلا على جسمي سجلوا هذا اعترافي أيا أمما متحدة يا لمما متحدة جميل جميل نتحدث عن الموهبة الأخرى وهي الرسم الفن التشكيلي أنت قلت بدأت في الخط خط العربي طبعا الخط يعتبر أيضا جزء من الفن الفن التشكيلي أريد أن نتحدث عن هذه التجربة وشاركت في معارضة عربية كثيرة أريد أن أتحدث نتطلع عن خلال وأيضا جمهورنا العزيزة نتطلع على تجربة عبد السلام العياصرة الفنية أنا يعني أعيش ابن الطبيعة يعني أبو القاسم الشاب كان لما كتب الهارب إلى الغاب وكتب يعني جماليات وكأنه كان يرسل الطبيعة في شعره أنا أعيش في منطقة ساكب يعني منطقة ساكب بين الجبال وخاصة أننا صغار في السبعينات كان الأجواء أكثر جمالية من الآن الآن دخل العمران ودخلت الحضارة ودخل الأمور هذه أحدث من جماليات المنطقة فكنا نعيش وسط الغاب هذه الألوان خلقت مني إنسان أنظر إلى هذه الألوان وأحاول أرسمها فعلا بدأت حياتي بالرسم وأنا في المرحلة الأولى الابتدائية رسمت في مرة يعني للجندي المجهول لوحة يعني فازت على مستوى يعني دولي ثم وأنا طالب هذا بعد ذلك بدأت يعني أحاول تقليد رسم كل شيء أمامي حتى صارت الألوان بالنسبة لي شيء معشوق يعني عشقت الألوان وبدأت أرسم حتى لما يعني بدأت يعني في بعد الدراسة مرحلة العمل عملت في وكان لي مركز يعني كان إلى العمل في مجال الرسم والقط يعني مجال المعيشة يعني صرت أشتغل في كثير من القطوط وكذا مقابل الثمن وكانت أدخلت علي ما تقول يعني جعلني يعني صحيح أصرف وأعيش منها نعم فبدأت عمل اللوحات أيضا متأخر يعني لوحات فن التشكيلي شاركت بعدها تعرف لوحدة بتجاوز عمر معين بصير الثقافة مهمة جدا أكثر من العمل يعني بتقدم فيه العمر بصير يبحث عن أن يكون له تأثير مجتمعي تأثير فكري تأثير سياسي العلم أشتغلت يعني فيها كل هذه المجالات الفكرية والسياسية والعلمية والثقافية والفنية شاركت في معرض مختلفة في الأردن فن التشكيلي لوحات شاركت في القاهرة شاركت في بيروت شاركت في الفيوم في الإسكندرية في مطوبس في تونس في أكثر من عشرين مهرجان ثقافي في تونس شاركت فيها نعم فن تشكيلي وأدب بنفس التوغيق نعم يعني كتبت أنت أيضا عن بحث بحثا عن أبو قاسم الشاب نعم يعني ما سر هذا العلاقة لماذا الاهتمام أرى أنك تميل إلى تونس كثيرا مع أنك الله أنا أحب تونس جدا وأعتبر نفسي هناك علاقة عميقة بينك وبين تونس أعتبر نفسي تونسي الأصل منذ الصغر لتعلقي لأبي القاسم الشابي نعم قرأت لأبي القاسم الشابي ولمصطفى الصادق الرافعي نعم وأنا في المرحلة الأولى الابتدائية يعني في الصفة الخامس الابتدائية نعم فتعلقت بأسلوب أبي القاسم الشابي بشكل كبير جدا قرأت تقريبا كل ما كتب أو كتب عنه نعم عجبني كتاب يعني كتاب تناول فيه لهو رجاء النقاش الكاتب رجاء النقاش نعم عن أبي القاسم الشابي وتناول فيه جانب الشاعر العمود عند أبي القاسم الشابي حتى الصحيف في تونس كانت هناك وقيمت لي أمسية في نادي بن عرفة وكانت الأمسية خاصة فيه أنا من الأردن وكانت على هامش أيضا لقاء في قصر الزهراء في تونس العتيقة كانت أمسية كبيرة وعلى الهامش تعرفت على الشاعر التونسي الكبير سوف عبيت يعني اسم قصر الزهراء نسبتها قصر الزهراء هناك نادي قديم يديره الآن مسؤول عنه الشاعر سوف عبيت يستضاف فيه تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوعين شخصية إما عربية أو وطنية بشكل عام أو تونسية فاستضافوني فيه تفاجأت أنه هناك كتاب اسمه من صفحات من كتاب الوجود اللي سوف عبيت بتناول فيه الشعر النثر عند أبو القاسم الشابي فاتفاجأت جدا أنا كنت بشتغل على هذا المجال قبل ما أعرف سوف عبيت بسنوات في تشارتنا في دبي في بيت الشعر في دبي كانت في مناسبة مئوية أبو القاسم الشابي كان الشيء الجميل جدا اللي لفت انتباهي أو استعدت فيه حقيقة أنه أنا تعرفت هناك على نجل أبو القاسم الشابي وجلست أنويا طويلا لمدة يومين وأيضا ابنه يعني بكون أبو القاسم الشابي جده اللي هو الدكتور محمد محمد الأمين الشابي فكنت أنا من هذه الأيام تقريبا بدأت العمل على دراسة حالة أبو القاسم الشابي ما بين العمود والنثر وطلعت على تونس كذا مرة كانت من أجل يعني الوقوف على معالم أبو القاسم الشابي زرت مكانه في بيته في زغوان قابلت أصدقاء أو ناس المقربين منه قابلت ابنه قابلت ابن ابنه قابلت من كتب عنه تقريبا وصلت إلى وزارة المكتبات المتخصصة والمهتمين في أبو القاسم الشابي فبدأت الصحي أكتب في هذا العمل الآن تقريبا شبه منجز عندي اللي هو أبو القاسم الشابي ما بين العمود والنثر بالتوفيق إن شاء الله ويعني دعائي أن تنال النجاح والتمييز في كل هذه المواهب وهذه النشاطات الثقافية والفنية شكرا لك الفنان والشاعر الأردني عبدالعزي عبدالسلام عياصرة شكرا لك على الحياة شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتكيكم في حلقة أخرى من برنامج وضاءات أستودعكم الله والسلام عليكم